السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الناس بتسأل في التعليقات على الحلقة الاولى من بطولة المرشحين عشرين اربعة وعشرين الحلقة التانية فين? الحلقة التانية بتتذاكر ما هو اصل الماتشاط يعني فيها كم من التعقيد يخلي الواحد يعني يذاكر كويس الاول ويروح يصلي الجمعة وحاجات كده يعني المهم كمان بعد ما نزلت حلقة مبارح سبتلك فترة تتفرج عليها يعني سيبلك متسع من الوقت تشوفها يعني المهم فيروزا سيقابل براجناناندا في اليوم الاول من المرشحين المبرارقة متنين في هذه الحلقة ستتابع الامريكيان يلاعبان بعضهم البعض ناكامورا وفابيانو كروانا فيروزا يلعب بيدا مالك ويقابل من براجناندا بيدا مالك حصان حصان هنتخانق مع بعض في ايه وهنختبر بعض في ايه في الريو لوبيز المورفي ديفينس سلام عليكم ينتشر بالحصان طالبا البيدق مش عايز تلعب اوبن ريو لوبيز إلعب دي ثري عاوز تسيب لاختيارات مفتوحة للاسود بيت ده التفريع الرئيسي او المين لاين اكتر نقلة ملعوبة على الدياتابيز هي بيشب اي سفن الريو لوبيز المغلق إنما بقت النقل رقم خمسة على الانجين الاولى على الانجين بيشب سي فايف والتانية الريو لوبيز المفتوح وكان هذا هو اختيار براج ناناندا ناتشة البيدق افتح الوسط انا منتشر احسن منك انت لسلك نقلتين على امان المالك لو انت فعلا اكلت البيدق دي بلندر مش علشان بربطك مباشرة عايز القطعة وانت ممكن تحمل قطعة بهذا الشكل وانا اكل ضغط على الربطة ولو انت فكيت الربطة بمنتهى الهدوء باكل بتاكل وبلعب في الاخر F3 وبفوز بقطعة وبالتالي احسن نقلة هنا انك تخلص من ربطة الحصان او ضغط الفيل على الحصان خلي بالك لو لعبت حاجة زي D6 بيشب هنا بتخسرك الماتش فلازم تلعب D5 والان يسترجع فيروزا بيدقه بيدق في بيدق البيدق اللي كان خسرانه من شوية على ال E4 بيشب E6 البيدق كان مطلوب اتحمى C3 هروب لهذا الفيل لو اتطلب مثلا بيشب E2 جرت العادة ان يلعب اللاعبون بيشب C5 ضغطينا على هذا المربع وبعدين يلعب الابيد نايت بي D2 تبييت والان بيشب C2 بضغط مثالي وتلاقي التضحية التيبكل نايت تيكس روك تيكس بيشب تيكس كينج تيكس والتعود جاي من اين من F6 وهنفتح الرخ مع الربطة وهكذا وهذا الشكل تعادولي على الانجن 23% مكسب ابيض 60% تعادولي الباقي مكسب سود 17% يحيدو براجنانان دا عن بيشب C5 ويلعب بيشب E7 لاحظ وقت اللاعبين كل واحد بيلعب في تحضرته يعني مذاكر الكلام دا محدش لسه شغل دماغه بيشب C2 بضغط على الحصان والان بدى مخف الضغط على D5 اسمح ليه اربطك كوين E1 لسه ما فكرش ويسمح بهذه العوجة عادي جدا واعصابه في تلاجة بس خلي بالك ان التهديد الموجود بتاع حصان في بيض على حس الربطة ما عادش موجود لان الوزير مشي ما عنديش مانع تاكل اكل انت ما عندكش قطع في اماكن قوية ولا فيل على وطر قوي يهجم على الملك الفلين بتوعي هيتفتحوا بعد التكسير اللي حصلت وذهاب الحصان في مكان اخر الوضع لو انا محضر ومذاكر احسن من خصمي يمكن نلعب الشكل ده حلو بعد F4 مثلا لكن ما لعبه في المباراة كان Queen E1 وبراجناندا يسحب الحصان عاوز يحط الحصان في مكان قوي على E6 ويرائب المربعات دي Knight BD2 فعلا الحصان راح على E6 شكل صولد مش عاوز يعوج المسائل غير لما يحط قطعه في اماكن جيدة بشباك يمكن عاوز ياخد امتياز الفلين من الابيض والان لعبه مرة واحدة Knight G1 عشان الحصان التاني ييجي لكن فيروزة لسه فيه التحضير بتاعته ويلعب Knight B3 نوفلتي ما تلعبتش قبل كده سامحا ببشب تيكس وان تيكس وبعدين بشب جي 5 جتنا لمنطقية انا عايز منك امتياز الفلين زي ما خدت مني امتياز الفلين اتفضل خد امتياز الفلين سيبني اكمل مشروعي في الضغط على جناح الملك يأكل يأكل بالحصان عاوز يروح على المربعات الضعيفة السوداء اللي نشأت بعد غياب الفل الاسود يتحرك الوزير مهاجما المربعات الضعيفة بعد غياب الحصان على F3 عادت الوزير عم ماشي Knight D3 تبيت والان Queen E2 بفضي مكان للرخ الاخيرة تشارك نقلة رائعة من براجناندا F5 لو عاوز تاكل مرور وده اللي حصل فالرخ بتيجي وبتضغط على الاضعفات F4 ما فيش اضعفات ولا حاجة ازاي عم ده في ربطة يعني ممكن حصان فحصان اكل رخ فرخ ما تقدرش تاكل عشان وزيرك مربوط اه ولكن اقدر العب رخ في بيدق بكش واخد وزيرك وبالتالي البيدق ده تاكتيكيا محمي طب انا عاوز اموتك طب F3 ما فيش مات طب الرخ يعني الرخ الاخيرة جاءت في المباراة الوزير يتحرك بصراحة الوزير يتحرك دي قعدت افكر كتير اوي هو عاوز ايه يعني مش عارف هي ماش مترشح على الانجين يمكن النقلة التالتة او الرابعة QF2 يمكن بيرائب الفتح بتاع المباراة من D4 يمكن ناوي يعمل كده ويجوز كده بصراحة مش عارف زوج الارخاخ في البداية ما كنتش فاهم النقلة دي الا انها نقلة عميقة بتحضر لكوين F2 ويضغط على البيداء الضعيف مش بس كده احتمالي زحلق الرخ دي وتضغط من هنا بقى رخ ورخ وزير ضغطين على البيداء او لما يطلع الرخ دي يجيب دي وراها ويهجم عن النقطة الضعيفة الرخ دي جمدة تدل على نزعة هجومية للعب رخ على العمود المفتوح السمي ال الأوبلفين كوين F7 كوين G3 فعلا لعب الفكرة اللي بقولك عليها كوين G3 اللي هي بيحمي بيها البيداء ده بزيادة تك فتك سوري تك فتك ايوان الرخ ايه ده هيجوز والله ممكن يجوز وممكن يجوز الجنب التاني رخ ايه حمى هات الوزير ايه ده ايه ده سقط بيتك يخرب عقلك يا برجناندا بس لا فيروزة خد قطعة بلاش وخد مات او هات وزيرك يعني شوف حل فطبعا مش حياكل القطعة لعب الوزير ضاغطا هاهنا في حال تحرك الرخ بهذا الشكل مثلا اديك مات وحتى لو انت كالت باكل بالرخ عادي جدا ولو انت كالت بتاخد مات الان الابيض الانجين بيقول كان عندك فرصة تاخد تفوق من خلال لاين كمبيوتري بحت الرخ دي تيجي هنا تضغط عالبيد ماشي الان الحل طبعا ما نفعش تاكل علشان روك تيكس مات في خمسة تمشي كيش تطلع كيش تمشي كيش تغطي مات انما الحل السحري عشان ما تاخدش مات انك اسف تقفل السكة كده تاخدش القطعة لكن تقفل السكة كده اوكي حاكل وبعدين تلعب الوزير هنا عايز تكسب الوزير اوكي همنع الفكرة وبعدين تاكل القطعة بتاعتك اللي انت لسه مضحيها على E5 ماشي وبعدين سيبه ياكل اه سيبه ياكل عادي ويبقى وزير فرخين لا ما هو مش هيكل مباشرة لكن هيلعب الوزير هنا بفكرة انك لو ضحيت باكل بكش واخد الرخ ايه ده وطبعا مفيش قفلة للطريق لان باكل بتاكل بربطك برضو دلين كمبيوتري بحت الا ان الابيض فيروزة بنى ادم فلعب نايت تيكس نايت الشكل سفار عادي اكل الرخ في المقابل وسحب الحصان انا عاوز ارجع الفرق بتاعي يا ودي عفريت يا راجل ده انت عايز تدي مات مفيش سكيب سكوير مفيش مربع هروب لكن براجناندا يجد حلا عبقريا يغلق الطريق محاولا تحريك هذه الرخ من العمود فاذا اكلت مثلا يحصل اللي حصل في المطش ولو مكلتش ولعبت كده مثلا لا دلوقتي انا باكل وعايز بقى ضغط وحميت القطعة ما بتقومش عشان المتات ماينفعش لابد انت استجيب وتاكل القطعة دلوقتي مفيش وزير في بيد لان انا بديك مات الاول او تغطي واخد وزيرك وان وان لا مش اغطي اه اوكي اوكي اغطي واخد وزيرك صح اصلي شفت ان فيه كش من هنا والملك يخش جوه وديك مات بس لقى الروخ وقفة كش بالوزير بعد ما الروخ بتيجي يعني المهم روك تيكس والان براجنانان ده روك تيكس اتش تو هو ده الحل الوحيد عشان ما ياخدش مات ان يجد كشات تكرارية ويتعادل مع فيروزا في المباراة الاولى بينهما اهلا وسهلا بيك لو انت لسه معايا لحد دلوقتي بشكرك من القلب اهلا وسهلا بيك في المعركة المنتظرة ما بين فابيانو كروانا وهيكارو ناكامورا لاثنين دول يعني متوقع جدا ان واحد منهم يفوز بالبطولة المباراة اللي انت هتشوفها فقرتني بمباراة ماجنس مع كروانا حد ياخد تفوق على حد وما يعرفش ترجمه والشكل يرجع اصفار وش عارف انت الدماغ دي ماشي بدأ مالك من فابيانو كروانا سقلي نايت اف ثري دي سيكس دي فور ياكل ياكل نايت اف سيكس هيلعب يا ترى اينك دورف ولا كلاسيكال سيسيليان ولا جي سيكس ولا اي فايف مباشرة بعد نايت سي ثري نايت سي ثري تلعب دلوقتي حماية للبيدق اي فايف مباشرة زمان كانوا بيقولوا انها لدي مش حلوة وانها بتعمل اضعافات ومشاكل الا انك لو مذاكر كويس ومحضر التحضير كويس مع الانجين السبعة من عشرة والتمانية من عشرة مع اللعب الدقيق والسليم لفترة طويلة بالتحضير بتاع البيت بينزل لتلتة من عشرة واثنين من عشرة وبلايابل والحياة تبقى حلوة والدنيا طبيعية جدا جاءت الكش gط افل على الفيل الحصان يقفز سؤال لهذا الفيل والله لو تظن انك بتاكل بكش الاول تبقى غلطان لاني باكل وما زال الفيل بتاعك متعلق مقدرش ااكل هقصر فيلي وحتى لو انت قالت بكش للتخلص من الفيل باكل بالوزير حامل فيل وبالتالي مفيش حصان في بيدق لابد ان استجي بياكل يمشي مشي لاحظ ان فابيانو كروانا بدأ يحرق وقت ناكامورا لسه في تحضرته دفي على البيدق يعود نايت سي فايف هات بيشيب جي فايف ضاغطا على القطعة اللي بتحمي مربع دي فايف مهم جدا انت تخلص من القطعة المدافعة عن دي فايف عشان تعرف تحط قطعة قوية على دي فايف وتفضل ضاغط على بدأ دي سيكس بيشيب تيكس بون تيكس بيشيب اي سافن بيشيب تيكس نايت تيكس تبيت الان مربع دي فايف سيكون قويا للابيض سيتبقى في النهاية لو انت كالت كالت حصان جيد مقابل فيل مش احسن حاجة مش سيء لان عنده يهرب من هنا ويلعب ممكن لكن البدأ ده متأخر الحصان dominating the board ايه فور جاءت انا مش عايز فيل سيء انا عاوز العب ملكك لسه في الوسط اسمح لي اكل تاكل ورجع قطعتي بهذا الشكل مفيش حاجة اسمها ادفع البيض وحمي عشان في فيل في بيد وبالتالي بعد التبييد انا استرجعت القطعة بتاعتي ودخلنا مش نهاية اقتربنا على نهاية فيها فيلة متعاكسة الالوان بشيب تيكس بي تو طلبه رجع عد البياد اربعة على تلاتة وثلاثة على اتنين شكل تعادلي جدا في الميدل جيم بتاع الفيلة متعاكسة الالوان اللي بيهاجم مع المبادرة لان اللي بيهاجم بالفيل بيهاجم على مربعات لا يمكن الدفاع عنها من خلال الفيل الاخر في النهايات التعادلية هي سيدة الموقف كوين دي 5 هجوم على المربعات البيضاء وعايز اغزو المسائل لكن ناكامورا مش سائل روك سي 8 كوين بي 7 روك سي 5 تاكل اكل وحامي روك دي 1 لا والله مش هستحمل يكون عندي بدأ متأخر روك تتحرك حسب البيضاء حيقع وهنا ناكامورا يلعب بيشيب سي 3 تاركا البيدق نقلة تعبولة يعني نقلة وحشة يعني وما للحلوة ايه كوين E7 بالضغط على الرخ ويقوله اتفضل كل الله ده تفوق للإسود ليه عشان وزير هنا كل القطع ستتشكل وتحاول الهجوم على هذا المربع عادي بحمي روك تيكس اكل كيش اغطي كيش امشي مات شفت ان اللي بيهاجم على المربع الضعيف اللي في الحالة دي F2 او F7 يعني هيبقى مع التفوق ده ما حصلش في المباراة بيشيب C3 روك تيكس وضربها واحدة روك تيكس الانجين بيقول افضل حاجة انك تلعب روك F2 الملك يمشي وبعدين تلعب D4 تفوق واحد للابيض لكن روك تيكس قوية بس انت بتلاعب فبيانو كروانا الفكرة انك لو اكلت مباشرة ادي لك كيش تمشي مثلا وبعدين بيش بدي فور لو اكلت بتاخد مات في واحد ولو مكلتش ومشيت بلعب بلعب بيش بهنا عايز مات لو فتحت السكة هديك مات تمشي ادي لك الكش لو ما 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 مات عشان بيهرب ممكن ادي لك الكش من هنا وبعدين تمشي وبعدين ارجعت له بالمات او ادي الكش من هنا ولو مشيت كده في فيلم طوي دي دي بلندر عشان بيش بدي فور واو في متات تضحية قوية ناكامورا تضحية قوية بس زي ما قلتلك انت بتلعب اقوى لعب يعني من اقوى لعب العالم مستر كروانا فكروانا ما يمدش ايده عالرخ وياكل انا كده معايا بدائين سلكين واتنين على تلاتة على جناح الملك مش حاجة تقلق يتحرك الوزير والان تعود طالبا الفيل وانا امشي ايه ده تمشي كده انا افتكرتك هتمشي كده عشان تحمل فيل منما تمشي كده من اكل الفيل يا عم يا عم ما اكل الفيل يا عم تاخد مات اها وبالتالي جي ثري لابد ان تلعب وقد لعبت يتحرك الوزير يحمي الفيل الملك يتحرك والان بشي بي تو شوف التفوق اللي الانجين ايلو واحد ونص يجي من فكرتين لاتنين شبه بعض او يعني بيلفوا ويروحوا نفس الحاجة ان الروخ دي تشارك مع الفيل ده في الضغط على البدء ده ودي تتكسر مع دي يعني الاقل نشاطا تتكسر مع الاكثر نشاطا ويتبقى الاكثر نشاطا ضد الاقل نشاطا وينهاجم على البدء بتاع الاف سافن يعني احسن حاجة دلوقتي يا روك دي سافن ولما انت تلعب الملك بعيد عن الربط اكسر الروخين مع بعض وبعدين تلعب اف سيكس وانا مثلا العب اي فور وحاول ادفق طبعا عشان تترجم هذا الى مكسب الموضوع طويل وعريض يعني موضوع كبير جدا لكن ده الشكل اللي الانجين شايف من خلاله انك محافظ على تفوق بالابيض او مباشرة بدل روك دي سافن تلعب روك اف وان ولما يأكل تأكل برضو بالوزير عايز روك دي سافن وتحاول تشكل هجوم او من هنا وتحاول تشكل هجوم على بدأ الاف تو ومعاك بدأ اين سالكين تنفيذ فابيانو كروانا كان من خلال روك اف فايف يكسر الرخ النشيطة في الرخ النشيطة ده سمح بأمرني نفس للملك وبتمبو تكسر الشكل بقى صفار طيب انا عايز بس برضو يعني دلوقتي انتابتني القشعريرة ان يعني لو انا عملت كده دلوقتي ولعب جي سيكس برضو عادي اه دلوقتي روك دي سافن لان جي سيكس مش جاية بتنبو ولو انت كالت انا باكل في تريبل اتاك واحد اتنين تلاتة على هذا المربع في لكن بقولك امورني جاي تعمل ايه حتى لو دخلنا نهاية فالبيادق دي بصراحة في وجود الارخاخ مع وجود هذا الاضعاف معاناة للأسود رخ دي اللي تلعبت جي سيكس اكل اكل الشيخ درجع عصفار اتقل المطش لسه مخلص بص يبن لك ان هم ودودين جدا مع بعضهم البعض ولكن بالتحليل تكتشف ان في 2800 موجودين يعني التفريعات اللي جوه النقلات في 2800 كده في النص هات الفيل يحمي الفيل يدفع البيدق يحرك الملك من ربطة الفيل يدفع البيدق هات البيدق ايه ده مين هات البيدق اه ما انا بديك كش واخد الرخ وخلاص وحنا حبايب لا لا بقولك انا ممكن امشي ولو انا كلت حبايب هكمل دفع للبيدق لسويت بيكسب كش كش دفع بيدقية ليه الكشتين اللي في الاول دول ما تدفع الدفع البيدقية مباشرة لا عشان امنع مربع الهروب فبدي لك كش وكش عشان ما معدش يبقى عندك رجعة دفع بيدقية عايزة مدفو واحد امنعها حاخد البيدقية غصبة عنك مدفح داشر وبالتر روك دي فايف انا هحمي البيدأ وحسب الله نعمل وكيل فيك روك اي سيفن ضغط على البيدأ روك باكت دي فايف هات الوزير ضغط على البيدأ والان ايتش فور روك تيكس روك تيكس والان عايز يضرب هنا مفيش حماية للبيدأ خلي بالك ممكن ارجع واسيب البيدأ قاعدة بس الشكل ده صفر خلاص كينج ايتش ثري اتعان كسر ما بكسرش معايا بيدأ زيادة لعب كوين هنا وقال له درو فابيانو كروانا درو ليه منا معايا بيدأ منا عايز عشان انا معايا بيدأ اصلا معايا بيدأ انا عم اكسر مثلا وحاول ادفع البيدأ ماشي كينج باك محاولا الوقوف في وجه البيدأ قسالك هادفع البيدأ هاقف امنع دفع البيدأ هاخش بالمالك امشي هتيجي تمشي تلاقي نفسك البيدأ بتاعتك ثابت على اسود وهوقع حاجة من دول وهرجع في الاخرى يعني الشكل تعادل ملهوش حل ملهوش حل فيها لما تعاكست الالوان دي تعادل يا ولدي تعادل اصفار يا ولدي اصفار طبعا في حالات اخرى لو في بدائين زيادة والبدائين بعيد عن بعض مش قادر انت تلحق واحد منهم يعني تلحق واحد تلاقي التاني بيجري انما كل البدائين السلكين ما اقتربوا من بعض ووقف قدامهم الملك والفيه المرائب كل محتمالات التعادل تزيد شرح كل ذلك بالتفصيل في مئة نهاية الشطرنجية في غاية الاهمية على القناة للمنتسبين احنا ان شاء الله هنفتح السلسلة دي للناس كلها عند مئة الف مشترك اتمنى تكون مبسوط وسعيد واستمتعت والحلقة دي هتنزل على الفطار يا صديقي وننتظر بقى هيعملوا ايه بالليل اشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة